تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد استعراض السبل تعزيز التعاون المشترك بما اتفق مع العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الصديقين وقد أبدأ الجنبان ترحيبهما بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات في كافة المجالات وبحث كيفية موصلة دفعها إلى أفاق أرحب وأضاف متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية وبالأخص في قطاع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية مشدداً على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد بما يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلاة كما جدد الرئيس السيسي التحذير من أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تدعياته كبيرة على أمن الإقليم مشدداً على أن السعي لاستعادة الاستقرار وتحقيق العدل يرتبط بإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية يفدي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة من جانبها ثمنت رئيسة الوزراء الإيطالية الغهود المصرية للتهدئة وتواصل مصر مع كافة الأطراف لإعادة الأمن إلى المنطقة وقد تم التوافق على استمرار التنصيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي ترجمة نانسي قنقر